لا شك أن المغرب يعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وتجري الآن محدثات بين البلدين لإقامة علاقات جوية كما أنه لا يستبعد أن تقام علاقات ديبلوماسية في الأشهر القليلة القادمة بن عيسى الفاسي بي بي سي الرباط أحبائي متابعي وزوار القناة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في كابسولة جديدة كنت من نطرقكم قد نتفكروا فيها الإعلامي الشاهر الأستاذ بن عيسى الفاسي رحمة الله عليه هذا الرجل هذا تعلم فن الإلقاء في معهد الفنون الدرامية بالرباط وعوض باش يكون ممتن اختطفوا ميكروفون لإذاة لكتميز بجاذبية أخاذة كان بن عيسى من الإذاة للمغرب القبار منذ عقد ستينات اشتهر كثير أثناء موكبته للحدث العظيم ديال انطلاق المسيرة الخضراء في عام 1975 بحيث كان من الأصوات اللي قامت بالتغطية ديال هذه الحدث كما عمل بإذاعة الطرفية لموجهة إلى إخواننا في الصحراء المغربية قبل الإعلان على المسيرة الخضراء واشتغل لأستاذ بن عيسى الفاسي مراسل الإذاة لبي بي سي في الرباط منذ الثمانينات كما تقلد إلى جانب عمله الإذاة والصحفي مناصب في دواوين الحكومة المغربية واشتهر كذلك بإعداد العديد من البرامج الاجتماعية والسياسية في الإذاعة الغريبية ومن بين البرامج اللي سهم في تقديمها برنامج 12-13 وكذلك سلسلة رمضان والناس وبرنامج التحليلي لمتميز رأي في الحدث كما أنجز سلسلة من البرامج الفنية والطراثية خلدت التراب الملحوني بالمغرب استضاف فيها مهتمين وشيوخ ومشيدي هذا الفن الأصير وكنك يقدم برنامج ليلي بالإدعاء كي صهر باش تكون فقرات ومزيج بين القراءات الشعرية والأغاني الخالدة والموسيقى الحاليمة وثته المانية ليلة الأربعة أربعة أبريل 2001 عن عمر كي نهز 58 عام اترى إصابته بأزمة قلبية مخلفا ولد وبنت الله مرحمه وغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين أحبائي حتى انتقوا في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى لكم خالص المحبة والتقدير ترجمة نانسي قنقر